السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة و 31 أيار مايو طبعا القمر موجود في برج الميزان وفي ساعات المساء المتأخرة رح ينتقل للعقرب ما رح نحكي عن تأثيرات الانتقال للعقرب وهذا اليوم يوم مقلق جدا أو بدأنا بمرحلة أو فترة فيها نوع من أنواع القلق القمر اليوم موجود في برج الميزان زي ما حكينا أغلب اليوم في ساعات المساء المتأخرة بدي انتقل للعقرب في عنا خلوم مسار القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 53 دقيقة من بعد ظهر اليوم لأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر أغلب اليوم رح يكون في برج الميزان عشان هيك بظل هذا اليوم فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد اليوم الغيرة والشك وسوء طريقة التواصل مع الأحبة هذا اللي رح يكون واضح هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناع حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين اجداد ظهروا على الساحة والثنتين سلبيات الزاوية الأولى زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس يعني ما بين كوكب التواصل وما بين الكوكب اللي العلاقة بالمفاجآت طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من اليوم 31.5 ليوم 7.6 مدتها أسبوع تقريبا ذروتها يوم 4.6 الساعة 7 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينج فعشان هيك بالفترة هاي بتصيبنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما إنها بتجعلنا عصبيين المزاج بنرتكب الأخطاء وبنتهور هذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة لأنه برضو بخلقنا نوع من أنواع الأفكار الثوروية المخالفة للرأي العام يعني التعصبية بتجعلنا عصبيين نرتكب الأخطاء نتهور وهذا وقت غير مناسب للشراكات أما دوليا فهاي بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتبات السياسية مدعومة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما بتشهد هاي الفترة قمع للحريات وخصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابع القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو يعني ما بين العاطفة والحب والجمال وما بين الكوكب العنيف اللي ما برضى بحلول وسط هاي الزاوية طبعا برضو نفس الشيء مدتها تقريبا عشر أيام تبدأ تأثيراتها اليوم 31.5 وبتستمر ليوم 10.6 طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 5.6 ساعة 4.4 دقائق عصرا بتوقيت جرينيج تدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين جدا ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل مرعب جدا وبرضو بتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية بعض المطربين أو الموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم أو عدم قدرتهم على تغيير أسليبهم وتجديد عطاءاتهم أو بسبب تعرضهم لأمام مؤامرات لتدنيس سمعتهم وتشويها لا يستحسن طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات في هذه الفترة لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة للتوقعات تماما ممكن تتعرض بعض المشاكل أو يصير فيه نوع من أنواع المشاكل والعقبات في الانتاجات والتوزيع كما يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وإن هذه تأثيراتها من يوم 28-5 إلى يوم 8-6 طبعا ذروتها يوم 2-6 ساعة 10-41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج فهي زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لأنها بتجلب نوع من أنواع السعادة العاطفية والفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة يعني تعطي نوع من أنواع الإيجابية ولكن لو دمجنا الثنتين ما بعض ما نلاقي أنه يعني فترة فيها كثير من الخيانات برضو هاي الزاوية بتدل على أمور إلها علاقة بالروحانيات وبالعقائد وبالدين وبعلوم النفس وممكن شوي نهتم ببعض الصناعات الطبية أو يطلع بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصناعات الطبية والصيدلة والإنتاجات والشغلات اللي زي هيك والأمور اللي علاقة بالسوائل والأمور الفنية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها واليوم آخر يوم لإلها أقولنا أنها هاي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا سعادة غير منتظرة وإمكانية على خلق علاقة جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 25.5 إلى يوم 15.7 طبعا ذروتها يوم 19.6 ساعة 3.52 دقيقة بعد العصر هاي بتدعم وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن في سعادتنا المادية وهاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا وبتسبب يعني مستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي برضو تأثيراتها من يوم 8.5 إلى يوم 12.6 طبعا بتعزز قدرتنا على القيادة بنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفاعلية أو بنكون فاعلين والتأثير والقيادة على اللي حوالينا هاي الزاوية بتدل على ازدياد اهتمام الحكومة أو الملك أو الرئيس بالشؤون العسكرية والأمنية أكثر من الوضع العادي وبرضو لها علاقة بما يدين الرياضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 19.5 إلى يوم 5.6 طبعا هاي الزاوية بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج مننا أن نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين ممكن تعرضنا لصعبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب بوضعيتنا بشكل مفاجئ من أعلى لأسفل بشكل مرعب وعلينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28.4 لا هو مستمر إلى يوم 13.6 طبعا هاي الزاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء برضو بتسبب خلافات في حياتنا الحميمة وإلها علاقة أن بعض المؤسسات المالية أو البنكية والمبادلات التجارية بتتعرض لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية أي برضو إلها علاقة بالاغتيالات وإلها علاقة بالتآمر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 22.4 إلى يوم 22.6 ذروتها كانت يوم 18.5 هاي الزاوية طبعا من أول ما ظهرت وإحنا منحذر من الأمور اللي إلها علاقة بالاقتصاد برضو بتدل هاي على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقع على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا فوضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وبرضو إلها علاقة بأزمات على المستوى العقائدي وبرضو بعض الجماعات المتطرفة أو الارهابية ممكن تقوم بعمليات تخريبية ممكن تقع تفجيرات أو حرائق يعني من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات أو الزلازل أو الأمور اللي إلها علاقة حتى بالمناخ بشكل مفاجئ هاي الزاوية يعني تأثيراتها مختلقة أو مختلطة ما بين سياسية وحرب وعنف وتهديد وتوتر وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها موجودة وقوية اللي هي مع القمر أول زاوية احنا ذكرناها يوم أمس هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس وقلنا أنها مستمرة من الآن ولغاية صباح يوم الأربعاء يعني لسه مستمرة تأثيراتها فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة للسيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وذروتها راح تكون الساعة 2.53 دقيقة من عصر اليوم لأربعاء طبعا هاي راح تستمر من تقريبا ساعات الفجر يعني تقريبا ثلاثة أو ثنتين ونص فجرا وبتستمر حتى صباح يوم الخميس تأثيراتها أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب يعني بيكون فين نوع من أنواع الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية حاولوا أنكم تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين بشكل كبير وبدون ما بتشعروا طبعا هاي الزاوية من الزوايا الصعبة حتى على المستوى العاطفي والخلافات ما بين الأحبة تقلب أمزجت النساء تحديدا الغضب والحساسية بتكون بأوجهة عندها برضو في هاي الفترة أو هذا اليوم يستحسن تجنب إقامة الحفلات أو المعارض لأنه هذا اليوم يعني مش مناسب لهاي الأمور ومع الزوايا اللي مع أورانوس برضو ومع بلوتو منقول أنه نسبة الفشل بتكون عالية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 22 و 53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش رح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 11 و 44 دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل ب 16 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعدها القمر بدو ينتقل للعقرب إحنا ما رح نذكر الانتقال للعقرب لأنه تقريبا طيلة اليوم رح يكون القمر موجود في الميزان ولكن حلقة الغد بتكون عن انتقال للعقرب طبعا فترة خلو المسار هاي اللي من الساعة 3 للساعة 12 بالليل فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش الخمر بنتقل للعقرب عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحب بشدة يا بنكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسع نشراء بوليس التأمين أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتأمين أو الاهتمام برواية بولوسية أو فيلم مثير أو أكشن مغامرات شغلات مثل هيك والاهتمام بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع طبعا هاي الزاوية تأثيراتها يوم الخميس أو ذروتها يوم الخميس ولكن تأثيراتها من اليوم برضو بتبلش وهي زوايا برضو مش سهلة زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين بلوتو اللي رح تكون ذروتها ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس يعني بعد انتقال القمر للعقرب ولكن تأثير هاي زاوية ببدأ من ساعة عصر يوم الأربعاء وبيستمر لغاية ساعات المساء فبتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بشكل سلبي بتدل على استياء في الرأي العام من تداهر أوضاع المرأة أو تلوث بيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتوجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها ونفس المدة يعني هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشترية رح تكون ذروتها الساعة ستة وثلاث دقائق من صباح يوم الخميس ولكن تاثراتها بتبدأ من عصر يوم الأربعاء حتى مساء الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نشوف المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها نثق في وعود غير واضحة ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية عشان هيك بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا نتجنب الإفراط في العكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو التخمة برضو هايزا ويبدلع استياء الرأي العام من الأمور أو من بعض الأوضاع المادية الدولية نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقاقر في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سند بعض القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا هو أغلب اليوم رح تكون اللي هي الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر الزائد الدودية هذولا الأكثر يعني حساسية طيلة اليوم واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يعني يتوجه للفحص الطبي ما بنصح العمليات الكبرى عمليات تنظير أو عمليات صغرى ما فيه أي مشكلة من ساعات المساء المتأخرة بصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل للغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات يعني هيك صار عنا المسالك البولية وصار عنا الأمور اللي إلها علاقة بالرحم وما حوله للنساء فهذولا بدهم يكونوا يديروا بالهم بالفترة هاي من الالتهابات وأيضا الأملاح والرواسب والترسبات فزيدوا من شرب المياه بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها ومش في فترة خلو المسار مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن مئو والجراحة برضو لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 3.6 بيبدأ خلو المسار الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي ليلة السبت اللي هي أول دقائق من بعد الانتقال بيبدأ خلو المسار يعني أول دقائق من بعد منتصف ليل يوم السبت اللي هو بعد ما ينتهي يوم الجمعة وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 5 و 3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 12 يوم في تمام الساعة 12 و 56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة 88% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 10% القمر في الميزان وبدو ينتقل لبرج العقرب ورح يظل في العقرب ليوم 3 ستة منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الثورة حتى يوم 11 ستة طبعا هو منتحس بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 25% الظهرة في السرطان حتى يوم 5 ستة سعيد بنسبة 60% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 10 ستة سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 وانتحس بنسبة 30% طبعا لا تنسوا ديس لايك ومسبات وتعليقات وانتقادات ويعني بتنسوش يعني بطلنا نحكي لجماعة اللي حطوا لايك وانتسبوا بالقناة أو اللي منت أو الكل المشترك يعني برضو اللي بدو يشترك يشترك اللي مشترك بدو يلغي اشتراك يعني أعملوا أي شغلة بدكوا إياها عادي انتوا محرين يعني قناتكم شو دخلني أنا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن مقابلكم تماما وزي ما سمعته في زوايا حادة جدا والقمر نزلت نسبة الحضود فاليوم الطاقة ضعيف شوي عشان هيك اليوم بيكون صعب التفاهم معكم شوي عصبيين حدين الطباع ممكن يصير فيه نوع من أنواع البلبلة أو تظهر بعض الأمور اللي تستفزك ممكن يتعالج الأمور انت بهدوء إذا استطعت طبعا إذا استطعت ما بقول لك أنه لا بدك تعمل لا أنا بقدر أفرض عليك وجهة نظري جيدة لمستوى اللي بدو يحزز علاقته مع الشريك بدو يوطد العلاقة بدهم يتفقوا أو اتفاق لهم شركاء المال والعاطفة ولكن زي ما حكينا العصبية مش لمصلحتكم برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا إذا بدكوا تغيبوا عن العمل غيبوا بدكوا ما تهتموش بصحتكم ما تهتموش بدكوش تروحوا على الدكتور ما تروحوش تأخذوش الأدوية سووا مشاكل مع زملائكم بالعمل عادي يعني ما فيش أي مشكلة اليوم طبعا اللي بيعمل هذا الإشي يعرف أنه خرب على حاله كل إشي اللي هذا يعني بدو يلتزم بدو يداوم الصبحيات مظبوط بدري يتعاون مع زملائه ما يعملش مشاكل معاهم يحاول أنه شوي هيك يحافظ على لياقته يمشي يحافظ على أكله على هدوء أعصابه يحاول يحل مشاكله الصحية يأخذ أدويته يراجع الطبيب لأنه هي أهم الأشياء اليوم اللي ظاهرة على الساحة فإذا أنت حاب تأخذ النصيحة أخذ فيها ما بدكش تأخذ فيها أنت حر برضو برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم ولكن إذا بتكون تسووا مشاكل معاهم برضو اليوم عادي سووا مشاكل لأنه ما بنعرفش كيف بديو يتقلب المزاج معاكم اليوم تتحملوا الكلام ما بتتحملوا الكلام عادي جدا ممكن تولعوا فيهم أهم شيء يعني إذا فيه أحد منك على علاقة ثانية غير العلاقة الرسمية تاعته ينتبه لأنه ممكن ينكشف بالفترة هاي الستات اللي متجوزات من جوزاء يعني بتقدروا تدققوا وراهم اليوم بتنشطوا بالاتصالات واللقاءات لطفوا الأجواء الواعدي وعاودوا ترجعوا لطبيعتها يعني انتبهوا لحالكم ما تتقلبوا بالمزاج خليكوا واضحين بالكلام طبعا إذا بدكوا برضو ما بأفرض عليكوا رأيي اللي عنده امتحان بده يركز الشوي ما يعتمد كثير على الحضوض بدهش يدرس هو حر برضو يعني أنا بحاول أني أقول لكم شو الإشي اللي بصير وانتوا اختاروا عاد إشي الطريق اللي بدكوا ياه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة والأحداث العائلية والهذا طبعا هم رح يستفزوك ورح تصير أشياء ما بتناسبك وانت مش رح ترد على نصيحتي لأنه بدأ أقول لك ظلك هادي وما تعملش مشاكل فرح تعمل مشاكل وتجاوبهم وتولعوا في بعض وتخربوا الأمور العائلية وصير البيت مشحون بشكل سلبي وبرضو نفس الإشي في عندك أشياء أنت في البيت ممكن يصير فيها بعض الأعطال أو الأشياء فما تروحش بفترة خلوة المسار اللي أنت مش تري أشياء أنت مش بحاجتها بس هروب من الواقع ومش أي حد بقول لك عن شغلة منيحة تروح أنت تجيب زيها يعني بنت حر زي ما بدك بدك تسوي هاي مشاكل بدك تريد البيت والعائلة والأمور هاي وبرضو في أحد أفراد العائلة ممكن تهتم بصحته عادي إذا مزاجك مش مساعدك أنك تروح تزوره ما تزوروش برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطو بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات متكونوا عصبيين حدين حابين تغامروا شوي الله يعينكم يعني عادي أعمل هيك أسرع بالسيارة شوي بل كتخلفت وفي نفس اللحظة تلتزمش بالشواخص المريرية والهذا برضو بل كتخلفت يعني الله يبعد عنك الشر إن شاء الله ما بتعمل حوادث وإذا انتبهت طبعا لقيادتك وحركتك حد شوي بالمزاج عادي جدا ممكن تسوي أي مشكلة أنت بدك إياها اليوم طبعا رح تيجي على راسك لأنها مش رح تزبط معاك ولكن إذا بدك نصيحتي أنا بقول لك لا تعملش مشاكل بس أنت مش رح ترد علي لأنه أنت بتقبلش النصيحة أنت بتحب تعطي النصيحة زي أنا بحب أعطي النصيحة بحبش أخذ النصيحة فعشان هيك يا الله يستر رح نشو من نعمل اليوم يعني في مشاكل رح نعمل اليوم ولكن الله يستر منها أهم شي اللي عنده امتحانات يعني تدرسوش عشان ترسبوه ماشي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الاهتمام كله اليوم رح يكون على مسائل إلها علاقة يعني بالمال فعشان هيك أحسن إشي إصرف ما بالجيب وبتعرفش رح يجيك إشي بكرة ولا ما رح يجي طبعا الله أعلم إحنا ما بنعرف بالغيب ولكن هو يعني الفلك بقولك أنه حاول أنك أنت ما تصرفش ودير بالك على مالك ممكن تحصل على بعض المكاسب ممكن أشخاص يستغلوك وتخسر فلوسك أو يضحكوا عليك ويأخذوا منك أو يستعطفوك ويأخذوا منك أو تبالغ في نوع من أنواع المغامرات المالية فتخسر فلوسك برضو وبقولك دير بالك من النصابين والمحتالين طبعا أنت مش رح تسمع مني فبدك تغامر وبرضو نفس الإشي رح تيجي على راسك وانت حر فلوسك فلوسي هي انت حر سوي اللي بدك هي يعني إذا كمان عندك مشكلة عاطفية وحابب تروح أنت تشتري أشياء بس تتفشش فيها برضو شأنك مش شأني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا أنا أبدأ لكم أنوا اليوم أنتوا عندكوا ثقة بالنفس ونشاطين وحيويين وهذا وطبعا هذا الأجواء بالنسبة لكم هذا المزاج النفسي هذا هيكي والأعصاب والحساسية والتوتر والاكتئاب والجو الرومانسي هذا الكلاسيكي مش عارف شو اسمه هذا مع الفن السابع مع الأشياء والدراما رح تدخلوا فيها مش رح تردوا علي فطبعا زيدوا حساسيتكم ظلوا شكوا ظلوا فكروا فكروا بالخيانة فكروا بالدمار فكروا بالإهمال وتحاولوش تنشطوا حالكم وتحاولوش تطلعوا من هذا الجو وظلوا إبكوا وقاعدين لحالكم هيك أو يشكوا للناس اللي حواليكم لحديث ما يهربوا منكم وتظلوا لحالكم في النهاية والله يساعدكم يا رب عادي وما تسووش تجميل وما تتحمموش اليوم وما تغسلوش لأنه الأجواء كلها هي بتحكي لكم اعملوا هاي الأشياء فأنتوا طبعا رح تعملوا عكس هاي الأمور ومش رح تردوا علي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر اليوم موجود عندكم ببيت المتاعب لساعات المساء المتأخرة لا يوصل عندكم يعني اليوم برضو في نوع من أنواع الضغط رح يكون عليكم رح تشعروا بالتعب والملل طبعا كثير من موليد برج العقرب ما رح يرتاحوا رح يطلعوا يتحركوا وبرضو مش رح تزبط الأمور معاهم والله أعلم ومش رح يسمعوا بالنتيجة ورح يغمروا ويجازفوا وبرضو مش رح تزبط معهم الأمور رح يعاندوا ويكابروا ومش رح تزبط معهم الأمور والله أعلم طبعا أنا هيك على حسب ما أنا شايف الحركة الفلكية وبرضو نفس الإشي بنقول لكم اضبطوا عصابكم رح بتسووا مشاكل ما تدخلوش بغيركم رح تدخلوا بغيركم وما تقرروش على إشي رح تقرروا على إشي عادي جدا فأنتو هذا واندي انتبهوا لصحتكم مش رح تنتبهوا لصحتكم طب خدوا مسكن مش رح تأخذوا مسكن اندي اشربوا مي مش رح تشربوا مي يعني خالف تعرف هذا العقرب فأنتو حري برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم عندكم النشاط الاجتماعي والعلاقات مع الأصدقاء فطبعا بدهم يطلعوا لموليد برج القوس أي علاقات اجتماعية كل الناس مصالح ما حدا بتعرف علينا إلا على المصلحة الأصدقاء كلهم راحوا كلهم ما هذا طيب يعني ما فيش علاقات اجتماعية معناتو ما رح تستفيدوا ما في لقاء مع الأصدقاء ما رح ترفوا عن نفسكو بتحتاجوا لشغلة مش رح تلاقوا حدا تتعاونوا معاه فعشان هيك خلاص وقعد في الدور وريح راسك لأنه هاي العلاقات الاجتماعية هي المفتوحة اليوم اللي بتستفيد منها ما بدك أنت تتواصل معهم لأنه كرامتك وعزة نفسك الله كل إنسان له كرامته ولكن يعني في بعض الأوقات يراجح حاله يشوف عليه الحق معه الحق اللي قباله معه الحق معه الحق اللي قباله مريض بد يموت ولا عايش وانت شو؟ طيب أعرف عنه أول إشي يعني حاول إنك تفهم شو اللي عنده وقبل ما تحكم عليه حاكم عليه انت خلاص حلق له مع السلامة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم جيد للأشخاص اللي بدهم يتواصلوا مع رؤسائهم بالعمل واللي بدهم يقدموا على طلبات عمل واللي بدهم يحافظوا على سمعتهم هيك الفلك بحكي ولكن إذا أنت طبعا أنك أنت تلتزم وترد على المسؤولين أنت زي ما بدك بدك تمشي أنت المدير أساسا أنت رأي أنت أكبر واحد في يوم فترد على مديرك ما بزبط ترد على المسؤولين والناس اللي يعني اللي بدهم ينصحوك برضو ما بتزبط أنت مخك شغال أكثر فعشان هيك اليوم مخك هذا رح يجيب لك ستين داهية إذا بتعتمد على نفسك في هاي الأمور وبتحلل بطريقتك بدون ما تستشير حدا وفي نفس اللحظة تردش علي روح جازف بسمعتك وغامر وسوي اللي بدك إياه وحكي وطلع اللي جواك عشان سمعتك تصير مية في المية فتردش علي عادي جدا وسوي مشاكل وخالف القوانين وطير اعمل اللي بدك إياه أنا بالنسبة لي مليش دخل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات والمقابلات والنقاشات ولكن طبعا مش رح ترد علي رح تستشير عشر تلاف واحد بالحك اللي أنا حكيته وآخر شي رح تعمل اللي في راسك واللي بدك تعمله أساسا عكس اللي أنا حكيته فعشان هيك بتضيع هذا اليوم على الفاضي وما رح تستفيد منه بقول لك روح على المطار قبل موعد الطيارة بتقول لا بروح قبل بساعة بلحق بتروح بتروح عليك الطيارة وبتتأخر بصير عادي مشاكل عندك بقول لك ادرس لا لامتحان إذا عندك امتحان جامعة أو مناقش لا لا أنا ارتجالي بحكي بتروح للأنت مخبص الدنيا فعادي جدا نسوي اللي بدك إياه برضو يعني أنت زلمي والله ما بعرف أنت يعني بتتخذ القرار طب ليش تستشير طيب مدام دك تأخذ القرار لحالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تركيزك على الأمور المالية المشتركة والأمور اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين فطبعا أنا بحكي أمور مال بتروح بتصرف كل المصار اللي معاك بقول لك تدين شحد بتروح بتدين حد بقول لك انتبه من النصابين والمحتالين بتروح عليهم اركاض بقول لك طالب بفلوسك بتقول لا ما هو هم بدهم يتدخل وهدولك مش راضين بقول لك طيب حاول إنك تجد حلول لا مهيم سكري أساسا ما في مجال إنها تنحل هم بدهم يحبسوني في النهاية طب يا عمي طب اسمع النصيحة هي ضغط بس بتنحل الأمور ما رح تنحل أنا عارف أنا آخرتي خلاص بدي أضيع بدي أتدمر طب يا عمي استغل الفترة هاي ممتازة فيها مكاسب مالية إذا بتعرف حدا دين قرض بنك شغل لا لا أنا حتى لو أخد قرض يعني أسد مين ولا مين ما أخدش أحسن لا وما تدفعش أحسن وما تسدش أحسن وما تجتهدش أحسن وانسجن وخلافات في البيت ومشاكل مع الأهل ودنيا وهذا تردش عسعيد وتردش عحالك وتردش عالي حواليك وخليها على الله طيب طبعا الكل هسه بده يطلع الناس يقول لك أنت بتتمسخر علينا والله يا عمي أنا طول عمري إن نصحت بيقولولي ليش بتنصح وإذا حكيت مختصر ليش بتحكي مختصر واليوم أنا حكيت لكو أنتو حري يعني اليوم هيك طريقتي في التوقع مزاجي اليوم رايق أنا فمش حابب أوجع راسي فحكيت لكو أنا اللي عندي حبيت فضفضي يا أخي مش عاجبك فضفضتي ما شأنك عد حر أنا حبك تحط لايك حط حبك تحط ديس لايك حط حبك تعلق لي تعليق حط بدك تصلي على محمد والمحمد الله أم صلي على محمد والمحمد حط حبيت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي يميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي قدير اكتبها لا إله إلا الله لحالها يا سيدي يخلف عليك بس اكتبها حبيت تقول الله أكبر اكتبها مش حابب تكتب يا سيدي برضو تكتبش حط مقطة يعني أنت حر زي ما بدك سوي برضو هاي مش رحاج بركو عايشي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء